إن إن إحنا هنا موجودين في برنامج سكينة معجون فيهمني قوي حطة التشطيبات وإن أنت بتشطب بتكلفة عالية أي زوجين بيروح يأجروا شقة بيشطبوها كأنها بص تمليك وكأنها يعني حاجتهم ومش هيغيروها ويكون عقدهم بالتلات أربع سنين فالراجل الزوج والزوجة بيشطبوا الشقة وبيحطوا دم قلبهم بمعنى أصحيان يجي المستأجر يقول لهم لأ أنا آسف هتمشوا ملكوش حاجة المؤجر هتاخد الشقة أوكي هتقعد فيها ثلاث أربع سنين هتمشي ملكش فيها جنيه في الحالة دي الناس تعملين خد يبالك إن في الحالة دي ممكن المستأجر يتحبس أو ياخد غرامة ليه؟ ليه؟ لأن النهاردة وفقا ده الراجل بيشطب بشقة الغير ليه يعمل كده؟ أنا بأتكلم عن المستأجر اللي هو الزوج والزوجة اللي سكنوا الشقة ما نهو ده لما كلمك هقولك ليه؟ لأن النهاردة وفقا للقانون أي تعديلات أو تحسنات بيدخلها المستأجر على العين في حالة خروجه من العين لو أنا كمالك قلت له مالكش حاجة أو أنت الحاجات دي أنت ما نفعش تتلفها أنا شبتكلم على تنفيذ أنا بتكلم على عمار لا يا بوس أنا بتكلم هقولك على حاجة أنا بشطب تشتيب أفضل الراجل عمله سراميك مش عايزة أقول لي يعني حاجة مش كويسة فعمل له حاجة أفضل الأسقف عملها مش عارفة جيبسن بورد متفاهم كل اللينك ده كل اللي انت بتتكلمي في ده دي لابة محامين على فكرة دي لابة محامين والله العظيم ده قانون أن كافة ما يتم إدخاله من تعديلات أو تحسنات على العين بغرض تهيئتها للسكنة دي كلها في حالة خروجك من العين لا يجوز لك إتلفها لو مالك الشقة أو مالك الوحدة العقرية نفسه حب أنه هو يديكي فلوس على الكلام ده لأنه كمان برضو خلينا أقولك أنه بتحصل بعد الاتفاقات هقولك مثلا والله أنا الإيجار بتاعي مثلا مثلا لو ألف جنيه في الشهر أنا هشتغل معاك سنة أو اتنين أو تلاتة أو تلات سنين هاخد مني خمسمية بس مقابل أن أنا أنت مستلمة مني الشقة زي ما بنقول نص تشتيب أو محرق وحلوق بس هو ده مش قانون دي حتة لها علاقة بالأصول بالأصول والأتفاق لا هو قانون قانون واتفاق القانون بيقول أن كل ما يتم إدخاله من تعديلات أو تحسنات على العين لا يجوز للمستأجر اتلافها أما يجي مدته تخلص بل عشان كده بقولك أنه هو يجوز للمؤجر أنه هو يلحقه قضائيا ويتهمه بالإتلاف لأنه أنت ما يجوز لكن أنت تتلي في المكان ده آه ممكن تشيل نجفات تشيل سبوت تشيل حنفية أنت مركبها لكن مش هتيجي على المحارة التي اتعملت وتكسرها مش هتيجي على البلاط المعمول وتكسره لأن دي كلها تعديلات وتحسنات تم إدخالها على العين باتفاق ما بينك وما بين المؤجر بغرض تهيئتها للسكنة أنا بعتذر لأنها تعديلات إيجابية أكيد هي عادلات إيجابية جدا وبتزيد من قمة الوحدة جدا بس خلينا برضو مش هنقولي أن كل الناس في مرتبة متساوية في ناس بتقولك آه أوكي أنا ممكن هعوضك عن هذا الأمر أنت عملتلي منفعة أو حققتلي منفعة وده ممكن بيبقى في بداية الديل أو حتى أما يجي يسيب الشقة ولكن خلينا نقول إحنا في زل قانون محدد المدة قانون محدد المدة يعني أنا وإنت بنحترم التزاماتنا التعقدية ومن يتخلف عن التزامات التعقدية ما ممكن روح يجي يقولك بعد ثلاث سنين أنا مش طالع ترجمة نانسي قنقر